وأنا أريد باسم الحكومة الفلسطينية دولة فلسطين والشعب الفلسطيني أن أتقدم بالشكر لكل ما قدمت روسيا الاتحادية من دعم وإسناد على المستوى الثنائي فيما يتعلق ليس فقط جائحة كورونا ومعالجتها منذ اليوم الأول من إرسال أطباء من إرسال معدات ومن إرسال لقاحات وإنما أيضا في مجال بناء القدرات وفي مجال التدريب وفي مجال المساعدات كانت أكاديمية أم كانت أمنية أم كانت لدعم وكالة غاوف وتشغيل اللاجئين للأنروا أو ما سوف يستمرون في تقديمه في الأيام والأسابيع والأشهر والسنوات القادمة هناك التزام عميق من قبل دولة روسية لدعم وإسناد جهود دولة فلسطين في بناء مؤسساتها وفي تسييد دولتها ضمن القانون الدولي والشرعية الدولية هذه بالنسبة لنا مهمة جدا ربما أريد أن أعول على ثلاثة نقاط سريعة النقطة الأولى أننا أيضا تحدثنا فيما يتعلق بالظروف التي أجبرت القيادة الفلسطينية على تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت المقرر أن تعقد في الثاني والعشرين من مايو أيار الحالي وشرحنا بكثيرنا الوضوح والإسهاب أسباب التي دعت إلى ذلك واستمرار الانتزام القيادة الفلسطينية بعض الانتخابات في اللحظة التي يتم إعطائنا التأكيدات بأن هذه الانتخابات سوف تعقد في كل الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية هذا بالنسبة لنا هو التزام كبير ليس نحو المجتمع الدولي فقط وإنما نحو أبناء شعبنا والتزاماتنا نحو هذه العملية القضية الثانية هو ما له علاقة بالوضع المتدهو في مدينة القدس وما آلت إليه مثل هذه الأوضاع والإجراءات والسياسات والجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني من قبل دولة الاحتلال دولة إسرائيل ما يحدث الآن في حي الشيخ جراح ومحاولة الاستلاء على هذا الحي وطرد المواطنين من منازلهم وإحلال المستوطنين مكانهم هي سياسة ممنهجة مستمرة منذ سنوات طويلة وهذا مخالف القانون الدولي ونحن بدورنا سوف نواجه مثل هذه الخطوات على كل المستويات وكل الصعود النقطة الثالثة والأخيرة وهي أننا فعلا معنيون في تفعيل العملية السياسية ونحن نرى بأن ذلك يتم فقط من خلال الربعية الدولية والدور الروسي الهام والمحوري في هذا الموضوع هو شيء أساس نرتكز عليه ولهذا السبب نحن أردنا أيضا أن نستمع من وزير الخارجي الروسي حول الأفكار التي لديهم في كيفية تفعيل الربعية أخذ دورها والمساهمة في عملية الإحلاء حياء العملية السياسية برمتها ما صدر مؤخرا من تقرير لـ Human Rights Watch حول الجرائم التي ترتكب في إسرائيل وأن إسرائيل تحولت إلى دورة أبرتايد ما صدر عن اللجنة الأممية لإنهاء كل أشكال التمييز العنصري في الأمم المتحدة حول الجرائم ضد الإنسانية بما فيها جريمة الأبرتايد وجريمة الاتهاد كل ذلك يضاف إلى أيضا التقرير التي صدر عن بيتسيلم قبل عدة أشهر حول الأبرتايد في إسرائيل يعزز الفرضية التي كنا نقولها باستمرار بأن دولة إسرائيل هي دولة بنظامين نظام مخصص للإسرائيليين اليهود ونظام مخصص للفلسطينيين العرب وهذا النظام هو نظام أبرتايد نظام تمييز عنصري يجب مواجهته ويجب معالجته ويجب أيضا القضاء عليه بكل الأشكال نحن بدورنا سوف نتعاون مع المجتمع الدولي من أجل مواجهة هذه القضية لأن فلسطين لوحدها لا تستطيع أن تواجه هذا الموضوع وهي بحاجة للحماية الدولية وبحاجة أيضا لتفهم والإجماع الدولي من أجل المضي قدما في مثل هذه الخطوات أنا سلمت الوزير رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى أخيه الرئيس فخامة الرئيس بوتين يتطرق فيها إلى كل هذه القضايا وأيضا نأمل من خلال هذا اللقاء اليوم بأن نتحدث بعمق حول غالبية هذه المواضيع والقضايا والاقترحات والتوصيات التي يمكن أن نستمع إليها من أجل أيضا أن تساهم في تخفيث تلك الأزمات وفي تسريع الإيجاد حلول لها في القريب العاجل ترجمة نانسي قنقر